قطع لطرقات حرق للعجلة المطاطية واحتجاجة هنا وهناك هذا هو ديكور عاصمة الغرب الجزائري وهران هذا اليوم بسبب موجة الغضب الكبيرة التي اجتاحت قاطني البيوت الهشة والسكنات الفوضوية الآيلة للسقوطة بسبب ما يعتبرونه تقصيرا واضحا من طرف السلطات في حقهم بالمحاذات من حي كارتو قام المحتجون بقطع الطريق الرئيسي المؤدية إلى الميناء وأشعل نيران وسط هذا المحور الذي ظلت حركة السير متعاطلة به لمدة من الزمن قبل أن تتدخل مصلح الأمن مرفقة بوحدات التدخل السريع من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وعلى مستوى مقر ولاية وهران تجمع عشرة من المواطنين الذين يعانون من نفس المشكل حيث حاولوا غلق المدخل الرئيسي احتجاجا على ممثلية السلطات الذين اتهاموهم بعدم المبالاة وإهمال مشاكلهم وتبدأ السلطات المحالية خوفا كبيرا من الاحتجاجات المتصاعدة لهؤلاء المواطنين ما جعل ربما والي وهران عبدالغاني زعلان يدعو إلى عقد اجتماع مع ممثلي مختلف العائلة المتضاررة من ذات المشكل وهذا بمقر البلدية من أجل إيجاد حال نهائي وجدري لهذه المشكلة